العشوائية اللي زرع فيها الحوثي الألغام في اليمن هي عشوائية اختيار المناطق يعني لم تزرع الألغام في مناطق محددة إنما زرعها في كل المناطق اللي دخل فيها الحوثي واستخدم حتى في بعض المناطق ونحن عندنا معلومات مؤكدة على الشيء هذا واستخدم أطفال لزرعة هذه الألغام بدون خرايط بدون إحداثيات بدون هدف محدد الحدف منها هي إرهاب المواطن والشعب اليمني والتأثير عليه لسنوات قادمة وجود الألغام في الأرض أنت حصرتي الدولة حصرتي الشعب حصرتي أهالي المناطق حصرتي المدارس البنية التحتية البساتين بأن لا يمكن الوصول إليها حتى يتم التخلص من هذا الألغام هنا كانت العشوائية بأنها كانت في كل مكان وبدون الزراعة العسكرية إذا نحن بنسمي الزراعة العسكرية الزراعة العسكرية يوجد فيها إحداثيات يوجد فيها خرايط الحدف منها شيء محدد إنما الزراعة في اليمن الزراعة في اليمن هي أن يكون هناك أكبر عدد ممكن من الضحايا وإرهاب الشعب اليمني المتواجد في هذا المناطق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر